حاجات دي ووظبنا عليها بس برضو الجسم بيبقى ما زال محتاج حاجة تساپورت ايه اللي ممكن نلجأ ليك يعني كفايتامينز كمكملات كحاجة تساعدني برضو وهل ضروري أصلا ولا لا مش ضروري أكيد ضروري ان احنا نلجأ للمكملات الغذائية لان صعب ان كنت يتعملي مونتر لفايتامينز مهمة جدا للمناعة والطاقة طبعا الاكل الصحي زي الخضار زي اللحمة زي المكسرات فيها الياف وفيها فيتامينز بس صعب ان احنا نعمل مونتر ونعرف ناكل الدقييل امونت لان جسمي يوميا محتاج فيتامين سي يوميا محتاج فيتامين بي بكل مشتقاته لتعزيز جهاز المناعي يوميا محتاج زنك طبعا جاي معاك انا هواند اتكلم على القلب مالتي فيتامين مكمل غذائي فيه فيتامينات كتيرة جدا محتاجها الجسم يوميا مكمل غذائي مرخص من هيئة سلامة الغذاء ودي حاجة تديني امان ان انا قبلع حاجة مرخصة ومتعمل عليها التستات موجودة في كل السيدليات والسعر حلو جدا السعر مش غالي عشان يقولوا ايه ده دينا مثلا دكتورة دينا بتتكلم على منتج اكيد ممكن يبقى غالي شوية لان قبل كده اتكلمت على حاجات غالية لكن فعلا قلب مالتي فيت سعره اقتصادي زي ما احنا شايفين شكله على الشاشة العبوة يا نها واند مهمة او يقول لستادة المشاهدين ملناش بديل عشان ما نروحش السيدلية يقولوا لا ده البديل بكاعة او ممكن يدولوا اي مكامل غذائي ما فيهوش كمية الفيتامينز دي لان قلب مالتي فيت مختلف عن اي مكمل غذائي تاني كورس هيبقى بكافي حضراتكو ثلاث شهور صح كده الكورس لا الكورس العبوة هتكافي شهر واحد اه لا يعني الكورس ثلاث شهور بس هي العبوة تكافي شهر ناخد واحدة ولا اتنين لا هي واحدة يا نها واند عشان انا برضو بقول مش معنا نبكلم على المكمل غذائي قلب مالتي فيت ناخده بالتلاتة واربعة راس لا هي عبوة هي كابسولة واحد عايز نتيجة سريعة يقول لك اختصر الثلاث شهور هو الفيتامينز لما بتعلى منش نطيف الكابسولة انا محتاجة ايه اكتر من كل الفيتامينات انا شايفة كل حاجة مسعلا موجودة بالزبط من اهم الفيتامينات للمناعة طبعا الكابسولة دي كابسولة واحدة فيها كل الفيتامينات دي من اهم الفيتامينز لتعزيز المناعة عندي نقدر نقول فيتامين سي فيتامين سي حلو جدا جدا لأنه مضاد للأجسادة وبيعليلي الطاقة بتاعتي بيحاول الأكل للطاقة فأنت لما طاقتك تعلى وجهازك المناعي يشتغل أحسن عندي فيتامين إي مهم جدا لجهاز المناعي فيتامين إي من أهم الفيتامينات اللي ربنا خلقها لتعزيز جهازنا المناعي ولمحاربة أي أجسادة في الكزم يعني الأجسادة الكزم دي حاجة صعبة جدا أنا بنتكلم عليها لتر اون لكن فيتامين إي أنتي أكسيدنت وبينشط لي الدورة الدموية عندي كمان من أهم الفيتامينز طبعا أنا عندي كل فيتامين بي كومبلكس مركب فيتامين بي بكل مشتقاته ممكن أخص مثلا دلوقتي الفوليك أسد وأخص الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 ليه خاصية الاتنين دول لأن هم اللي بيحفزوا لي على كفاءة الدم الكوبالامين بيسرع أو بينتج لكورات الدم الحمرى مع الحديد فأنا كده أقدر أحافظ على الهموغلوبين أو نسبة ده ناس كتير قوي يبقى عندها نقصة في الهموغلوبين أهم مش عارفين بالضبط بالضبط فلازم ناكل أكل فيه حديد ومع الكوبالامين يبقى أنا كده عززت كفاءة الدم بتاعتي فدي حاجة مهمة أن أنا أقدر أعزز كفاءة المناعة بتاعتي عندي زنك طبعا أنت عارفة أول ما بيجي لنا برد دلوقتي فيتامين سي وزنك عندي زنك كمان يعني العلبة فيها كل حاجة حتى لو واحد بياخد الكورس أو بياخد الحاجات اللي بتاعتي الكوفيد هو أصلا مش محتاج بقى خلاص أو لو جاب المالتي فيتامين دي فيها كل حاجة بلاس بلاس بقى للفايتامينز اللي جسمك أصلا محتاجة فأنت يعني بس هو الكوفيد طبعا إحنا بنمشي دايرك الانتيبيوتكس بتاعتني لا لا أنا أقصد اللي هو قبل عشان أحصل نفس اللي هو فيتامين سي الزنك بس هو ما بيمنعش ما فيش حاجة هو الفاكسين حتى وقت ما بيمنعش نصيد تاير